اشتركوا في القناة بسم الله وكفاء والصلاة والسلام على نبيه المصطفى أهل الكمال والوفاء يحكى أن راجل مسكين بسيت عايش مع مرته ولدته ومرته تعاون فيه على هم الدنيا وعلى رزق الصغار وكل فكل يوم تحاول تصنع قالب من الزبدة تقريباً كيكا يوزن كيلو ويهزو يبيعو عند عطار من العطارة وباقي الفلوس اللي يأخذها يصرف على عائلته وعلى صغيرته في نهار من نهارات العطار حاب يثبت من الوزن متع قويلة بالزبدة اللي يجيب فيهم الرجل المسكين يلقى في مرة من المرات اللي كيلو القالب الزبدة يوزن 900 جرام ما يوزنش كيلو تغشش وقرر اليوم عاش وشيشري حتى شي من عنده الرجل المسكين الغضوة الصباح الرجل المسكين كي عادتو هزو قالب الزبدة متوكل على ربي معامل بشي يخذ فلوسك القالب ويصرفهم على صغيراته كالعادة اتفاجئ بأنه العطار قالوا أنا معاش مش نشري من عندك عليه قالوا لأنك انت قاعد تغش فيها ولأنك قويلة الزبدة اللي يجيب لي فيهم ما همش كيلو ولكن 900 جرام الرجل بهت وتصدم قالوا أنا ما عنديش ميزين في الدار لكني راني مرة أخذيت من عندك كيلو سكر وعملته هذك أحكار ونكيل به الزبدة فكان فما واحد حاضر وقت معاه قالوا هذيك قال العطار هذيك جرايرك انت والغش متاعك رجع عليك انت بعت له الكيلو وبتسعمية على أساس أنه كيلو فهو رجع لك لكن هو العطار كان مسيء وكان عارف اللي هو ظالم ولكن هك الراجل المسكين كان أعلنيته وسبحان الله هنا من غشنا فليس منا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يأكد ويقول ولكن اللي غش مش فقط عقابه في الآخرة اللي لاحظوا من القصة هذية اللي عقابه في الدنيا اللي فت انتباهي في الحكاية هذية اللي يقول قيل علاش هالراجل المسكين ما شكش هو في العطار علاش هالراجل المسكين ما مشاش هو ثبت من الأول الكيلو السكر اللي بحوله العطار يلي اندراه كيلو وإلا أقل ما شاش البالو قيل ما عندوش ميزان ينجم كان يمشي العطار آخر لكن ما شاش البالو وما خطرتش ببالو أنه يثبت عليه بينما العطار جات البالو علاش على خاطر كل واحد منا يحكم على الآخرين من خلال تجربته من خلال أعماله ومن خلال نواياه ومن خلال سيرته العطار غشاش ويعرف روحه غشاش فلذلك هو تلقاه على حيطة وعلى حذر من ناس ومتخوف من غش الناس لأنه هو يتصور كيما هو غشاش الناس تفكر في الغش وتلوش في فرصة باش تتعدى عليه وبيش تخذ له حقه بينما اكراجلك المسكينة ذاك على نيتو عنها ما شكش وما جاش البالو باش يخون هالعطار نلاحظوا هنا اناس الناس صنفين ناس على نيتها وناس تخدم في مخها كيما نقولوا احنا وتحاول كيما نقولوا باش تعديها على خلق ربي وتحاول انها تغش لكن شكون فرحان اكثر وشكون بالو مرتاح اكثر نلقاه الناس اللي على نيتها الناس اللي متخشش عايشة في امن داخلي في سلام داخلي في طبقنينا في سكينة في راحت بال بينما الإنسان اللي يغش بينما الإنسان اللي يعمل لحرام بينما الإنسان اللي يتعدى عن الناس وياخذ بتاع الناس وعنده طرق باش يتحيل بها عن الناس ويتعدى على حقوقهم ما غير ما يفطنه تلقاه في قلق نفسي كما حالنا هذية كما حال قصتنا الناس ما تغشش ومرتاحة ولكن الناس تغش ومع ذلك قاعدة في خوف من أنها يغشوها الناس هذا موجود حتى احنا سبحان الله دلالة ليه في القرآن الكريم وقت اللي ربي سبحانه وتعالى يعد من آمن وعمل صالحا يقول فلنحيينه حياة طيبة انت ساعات تقول مسكين فقير في بيت وعنده برشة صغار ولاه لابس بالجداء ولاه ماكل بالجداء وتبهت الضحكة تخرج من قلبه والراحة ظاهر على وجهه ومرت وتلقاها فرحانة ومتهنية وليداته حمدين ربي وتلقاهم متألقين وتلقاهم ناجحين وواحد اخر داره ما شاء الله اقصر وما نقصوا حد شي وياكلوا في الخراءة السبعة ولا مرته فرحانة ولاولده فرحانين ولا هو متهني ولا هو شبعان ولا هو متززب اللي عنده وهات حلالك وهات حرامك وفوق ذاك الكل هو متقلق الحكاية باش تفرق تفرق بالاحساس وبالشعور وبراحة البال علاش على خطر اكل فقير اكل عادي اكل بسيط ما عندوش كيفاش ظلم بالناس بالو متهني يحط راسو على المخدة يرقد بينما الاخر صحيح متحيل على ناس وبيخذ فلوسهم وفلوس الناس في كرشو ومتعدي عليهم ولكنه نملي الميش باعش بيه وخايف لالفلوس هو زادة كي ما حصلها كي ما تتاخذ منه لانه هو اعلى من غيره لي فما ناس قادرة على الشر ما لأ فما ناس تبشي بالنية وترقد في الثنية ولا الحمد ربي سبحانه وتعالى حفظها لانو الانسان قداش بشير باله صحيح المؤمن لابد انه يكون فطن لابد انه يكون كيس ولكنه ساعات سبحان الله تجي ضربة من حيث لا يدري لانو ما يجيش على باله الشر كما قال لستو بالخب ولا الخب يخدعوني ولكن فما ناس ما يجيش لبالها الشر ما يجيش لبالها انواع الغش وانواع الحيال اللي ممكن تصير واللي ممكن تتعملوا هنا عاد نحب نحكي على ولداتنا صغيرين اللي هما ومش حتى صغيرين ولداتنا في الجامعات اللي هما يغشوا في الامتحانات ويبروا الانفسهم ويتمسوا في الاعذار لرواحهم ويحلوا لرواحهم ويقولوا احنا ميسالش ويبداوا فرحانين ويقول لك اي عديتها على الاستاذ ووكا مفطون مفطونش بيئ لكن انت يا نافش ونتغش انت تغش في روحك انت حاجتك يلندراء بشهادة باسم شهادة وإلا حاجتك بمضمون وحاجتك بتكوين ومبعض نقولوا شبه هك كثرة الاخطاء الطبيع ومبعض نقولوا شبه هك كثرة الاخطاء الادارية ومبعض نقولوا شبه البنايات الطيح ومبعض نقولوا شبه نجيب وصناعي ويصلى حاجة ويهلك حاجة وبعض نقولوا شبه أولادنا ما هو مش قاعدين يقريوا فيهم مليح كله هذا مناج من جراء عدم التكوين المتين اللي منجر مناج من جر من ثقافة الغش ومن ثقافة التحيل ويولي اللي عديها على غيره هو الناجح وهو اللي كما قولوا احنا فاهم وفاطن وكلانسان كاللي يحب يمشي مست ويحب يمشي على طريق وهذاك قولوا عليه سبحان الله معناها ضعيف شخصية وضعيف كذا احنا فرصة باش نراجع مفاهيمنا نراجع تصرفاتنا وحاجة أخرى اشكالية في مجتمعاتنا ان الكلنا عارفين مواطن الداب وعارفين مواطن الخلل وعارفين اللي في بلدان العربية والإسلامية وعليش نبعده بعيد احنا نحكي وعلى بلادنا تونس عنا كثير من المشاكل وعننا فرق بين سلعتنا وبين سلعت الخارج وبين سلعت الأجانب اش خليهم أغلب الناس يحبوا على الحاجة السينية عليش على خطرها الدوم أكثر وخطرها نظيفة وخطرها متقونة وبينما السلعات العربي ماهيش متقونة ونعرفوا اللي العربي ما عندهش كلمة ونعرفوا اللي المسلم ماهوش متقن خدمته الحال كلنا معترفين به لكن عليش احنا ما نجاوزوهش لأنه كل واحد فينا يستنى لاخر بش يصلح نفسه ما نغشنا فليس من يغش ولكن ما يحبش يغشه يعتدي على الناس وما يحبش يعتدي عليه بينما هي لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وكي تقوله يصلح من نفسك يقولك يا أخي أنا بركة بش نتصلح والناس اللي ديرين بيا الكل يكفي بالمر شرف أنه هو ما يغشش في زمن كثر فيه الغش أنه هو ما يتعداش على الناس في زمن كثرة فيه أكل أموال الناس بالباطل والناس يزين لها الشيطان يكفي أنك كيف أنت تبدأ بإذن الله السميع العليم تغير نفسك فأنت أحدثت تغييرا في هذا العالم وكما قلنا لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم من غشنا فليس مننا غشنا راه يرجع في الدنيا قبل للآخرة يعطي قلق في الحياة النفسية يعطي فوضى اجتماعية لأنه الغش غيرك بيش يقلدك غيرك بيش يتبعك وغش في هذا أكيد نهار آخر بيش يغشك في أمك بلوحة في سبيطار بيش يغشك في ولدك تقري فيه فهي سلسلة مطربيطة الحلقات وكما تدين ودودان واللي ما يحبش يتعرض للغش واللي يحب يعيش حياة آمنة مطمئنة يخليه مهما كثر الفساد مهما كثر التفسخ وكثر الغش يخلي الإنسان متمسك لأنه أحنا في النهاية مطلبنا واضح وصريح هو رضا رب العالمين ومش مهمتنا هي جمع الأموال وتكديسها ويشكون يلم أكثر لأ مهمتنا أرقى وأسمى من ذلك مهما لم يت يجي نهار وذلك كله بيش تخليه ويقعد معنا كاننا فعلا وعليش اللوم وإحنا على صغيراتنا ونقولوا كيفاش يوصلوا الحلق وهما أكيد في ثقافة مجتمع كامل قايم على الغش قايم على أنه يعتبر أنه الوصول إلى الهدف بطريق مختصر وبطريق سريعة دليل على الذكاء والدليل على الحنكة هو بالعكس ربي سبحانه وتعالى علمنا الصبر ويحثنا على الصبر وخلق السماوات والأرض في أربعة أيام وفي ستة أيام والجنين ما يتكون في بطنهم وكانت تسعة أشهر هذا كله دلالات على أن العمل يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى وقت وطريق الغش يحب الإنسان بيه يتجاوز كل هالمراحل يحرقها حرقان ويوصل للنتيجة اللي يحب عليها وينسى قيم الصبر وقيم الفعل وقيم المثابرة وحاجة أخرى أحنا معناها سبحان الله عوض أنه نتحيله علش ما نطمعوش في رحمة ربي سبحانه وتعالى علش في عوض أنه أحنا نخمه ونعمل عقولنا في إيجاد طرق للتحيل في حين أن نجمو نستثمر عقولنا في إيجاد مشاريع ناشحة ونشوفوا ناس اليوم لا هي مسلمة ولا تدين بالإسلام ولا تعرف ربي ولا تعرف قرآن ومع ذلك ملكة العالم بمجرد تطبيقات ومجرد برامج ووثقة من عقلها خلي أحنا عنا العقل وعنا ربي سبحانه وتعالى خالق هذا العقل وعنا التوكل على الله وعنا الدعاء وعنا جميع الأسلحة اللي تشعلنا ننجحه نفس الشي نقوله لصغيراتنا الوقت اللي تضيعوا انت في تحذير فوسك ولا تحذير طريقة ولا تحذير سيناريو للغش كان الأولى به أنك كنت تنجم تضيع شوية وقت في المراجعة ويعطي معناها مردود أكثر نفس الشي للناس اللي تحب توصل بالغش إلى أنها تحقق أرباح من الحرام ونقولوا لها وربي سبحانه وتعالى عنده كل خير علش ما نقتنعوش اللي رأي الدنيا هذية تسعنا الكل وربي سبحانه وتعالى قادر أنه يعطينا لكلنا اللي نحبوه وقادرين أننا نعملوا مشاريع وقادرين أننا نستثمروا عوض أننا نتحيلوا فقط لابد من أعمال العقل ولابد من الثيقة في الله ولابد من الاعتراف بقدرات الإنسان اللي سبحان الله تفوق واستعمر هذا الكون وتمكن من أنه يحقق كثير من الإنجازات للأسف الشديدة احنا العرب والمسلمين بعد عليه هذا علينا بأنه راجع أنفسنا من غشنا فليس منا مش فقط أضرار متعه في الآخرة بالعكس باش تكون أضراره أيضا في الدنيا كما قلنا أحنا إنعدام راحة البال تواصل هالسلسلة هذه متع الغش وكما تجينه تدين إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يصلح أحوالنا وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يجمعنا بسيد الأولين والمتقين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى إعلانيين في رعاية الله يدمتم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يحكى أنّا يحكى أنّا قصص للأنبياء أحسنوا بالرب وأنّا عبدونا أتقياء عاشوا زمنا غير زمنا عاشوا زمنا غير زمنا يحكى أنّا أحسنوا بإ państ��록 شكرا